موسيقى مقتل العشرات من داعش خلال المعارك مع سوريا الديمقراطية بالرقا توقعات بنزوح الالاف من مدينة تلعفر مع انطلاق عمليات تحريرها موسيقى واشنطن تحذر وبيونج يانج تتوعد طبول حرب وشيكة تقرع بين امريكا وكوريا الشمالية موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم اكدت مصادر اعلامية ان الاشتباكات التي شهدتها احياء مدينة الرقا بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش اسفرت عن قتل 32 فردا من داعش بالاضافة الى تدمير عربتين مفخختين تابعتين للتنظيم هذا وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تقسيم الرقا شمال سوريا الى قسمين مع استمرار العمليات المدعومة من القوات الامريكية تتزايد اعداد المقاتلين الاجانب الذين يشاركون الى جانب قوات سوريا الديمقراطية في معركة تحرير الرقا رغبة منهم في محاربة الارهاب المتمثل بتنظيم داعش وحتى لا تصل هجمته الارهابية الى اوروبا روبين واوركيش مقاتلان اجنبيان قادما من المانيا واسبانيا الى سوريا ليشاركا في التخلص من قناصة التنظيم المتمركزين في مدينة الرقا المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا روناك شيخي على متن احدى العربات المصصحة ندخل الاحياء الشرقية في مدينة الرقا برفقة مقاتل قوات سوريا الديمقراطية نحن الان داخل احد عربات قوات سوريا الديمقراطية كان علينا ان نستقل هذه العربة للانتقال من نقطة الى اخرى بسبب خطورة المكان منذ دخورنا الجبهة يرافقنا الشيرو الذي كان شاهدا على استهداف حافلة تقل سحفيين بعربة مفخخة يقودها انتحاري في ذات الطريق الذي نسلكه يارى اجت من هنا الشارع هذا ففاتت لجوع الشارع الثاني تقتنا هل استهدفت السحفيين؟ استهدفت السحفيين كم واحد تعنوه؟ كانوا اربع صاحبين كانوا جوه وفيه رفاق استشهدوا جوه وفيه رفيق صاحب زاد الصور حجم الدمار وبقايا السيارات المحترقة في هذا الحي يدل على ضراوة المعارك وفي نقطة مرتفعة نسبيا تتمركز فرقة القناصة الاجنبية المكونة من اربعة مقاتلي ويعتمد قناصة الفرقة على الرصد المباشر لمقاتلي داعش ومن ثم تنفيذ خطة محكمة لقتل اكبر عدد ممكن دون فتح المكان الذي يعد استراتيجيا ويقاتل في هذه الفرقة روبين الذي جاء من المانيا لمحاربة تنظيم داعش الارهابي أنا هنا منذ ثلاثة أشهر في سوريا أقاتل داعش أنا قناص أقوم بقتل مسلح داعش لأنني أعتقد أنه يشكل تهديدا كبيرا على أوروبا بسبب كل الهجمات الإرهابية التي يحدث معظمها هناك وهذا سبب الرئيس للتواجد هنا على محور آخر في ذات النقطة يمدي أوركيش القادم من إسبانيا ساعات طويلة لترقب عناصر التنظيم الذين يحاولون التسلل فرادة إلى الأحياء المحرر أنا من إسبانيا وقد قدمت إلى شمال سوريا أنا قناص ونقوم بالتخلص من القناصين في مدينة الرقة تعتمد قوات سوريا الديمقراطية على مقاتلين من أغلبية كردية وعربية في حين انضم بعض المقاتلين الأجانب إليها مؤخرا رغبة منهم في قتال الإرهاب المتمثلي بداعش هناك شيخي لأخبار الآن من داخل مدينة الرقة أعلنت هيئة تحرير الشام عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الحماية لفرق الدفاع المدني أو الخوذ البيضاء في المناطق المحررة وذلك بعد تعرض فريق مركز سرمين لعملية قتل جماعي وأصدرت الهيئة بيانا استنكرت فيه جريمة القتل وقدمت تعازيها لمديرية الدفاع المدني وتعهدت ببدل الجهود للقبض على الفاعلين ومحاسبتهم في العراق قتل ما يسمى بالأمير العسكري لمركز قضاء تلعفر بتنظيم داعش وأصيب اثنان من مرافقيه بكمين مسلح وسط القضاء وبدأ أفراد داعش عملية بحث وتفتيش للمناطق القريبة بحثا عن منفذي الهجوم الذي يعد الأول من نوعه في مناطق احتلال داعش توقع مجلس محافظة نينوان نزوح 25 ألف شخص من أهل قضاء تلعفر بالتزامن مع انطلاق عمليات تحريره مؤكدا التنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين بشأن توفير المخيمات والاحتياجات الضرورية وقال مصدر أمني أن تلعفر تستعد للتحرير من خلال الإعلان الأخير للقائد العام للقوات المسلحة موضحا أن القوات الأمنية ومن خلال خطتها ستوفر ممرات أمنة لخروج المدنيين من أرض المعركة أفاد مصدر محلي في محافظة كاركوك للسومريا نيوز أن تنظيم داعش أعدم ما يسمى بالقاضي الشرعي له في منطقة العباسي في قضاء الحويجة جنوب غرب كاركوك وأربع من مرافقيه وعلق جثثهم على أعمدة الكهرباء بتهمة محاولة الانشقاق وتشكيل تيار مسلح مناهد لما يسمى بدولة الخلافة وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن موجة الإعدامات الداخلية في تنظيم داعش ارتفعت بسبب الخلافات الحادة بين قيادته العليا والتي بدأت تنعكس على شكل تصفيات جسدية تبرز أو تبرز بشكل إعدامات ميدانية في بعض مناطق ما يعرف بولاية كاركوك التي يتركز ثقلها في الحويجة كشف وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف عن صياغة جداو الزمنية لعادة نازح نينوى إلى مناطقهم المحررة وعرضها على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي للمصادقة عليها والشروع بتنفيذها هذا وتأتي تلك الخطة في الوقت الذي لا يزل فيه أكثر من 900 ألف مهجر ينتظرون العودة إلى منازلهم في مدينة الموصل أتخرر التالي والتفاصيل نحو مليون نازح عراقي ينتظرون عودتهم إلى منازلهم التي خرجوا منها قصراً بفعل الانتهاكات التي مارسها أفراد تنظيم داعش بحق أبناء مدينة الموصل والحرب التي دمرت منازلهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية جهود تبذلها الجهات الأمنية في مدينة الموصل لتأمين عودة المهجرين وتقدم كبير تشهده العمليات العسكرية التي قد تفضي إلى تطهير كامل الموصل من خلايا داعش النائمة ما دفع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية لإقرار جدول زمني لعودة المهجرين إلى منازلهم في نينوى الوزارة أكدت في بيان أنها تعمل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل عودة كافة النازحين بشكل طوعي واختياري بعد تأمين كافة المناطق المحررة وعودة الاستقرار إليها فوضعت الجدول الزمني وناقشت الأسباب التي تحفر دون عودة العوائل النازحة إلى مناطقهم والعمل على إزالة تلك الأسباب الوزارة كانت قد دعت الوزارات المعنية إلى الإسراع في إعادة تأهيل المناطق المنتضررة وإزالة كل العوائق التي تعترض عودة النازحين البالغ عددهم 950 ألف مدني عاد منهم خلال الأيام الماضية نحو 35 ألف موصلي يقطنون في أحياء متفرقة من الجانبين الأيمن والأيسر لنهر دجلة عودة النازحين الموجودين في المخيمات كانت الأكثر إلحاحا إذ يبلغ عددهم بحسب الحكومة العراقية 359 ألف نازح نحو 100 ألف يقطنون 6 مخيمات في قاطع أربيل وأكثر من 240 ألف يقطنون 7 مخيمات في قاطع نينوة إضافة إلى 12 ألف نازح في قاطع دهوك الذي يشمل ثلاثة مخيمات مئات الآلاف من المصليين ينتظرون نفض غبار الحرب عن منازلهم والعودة إلى مدينتهم التي أحبها ودمرها دعاة الظلام الداعشي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين جراء وباء الكوليرا في اليمن اقترب من نصف مليون حالة منذ 27 من أبريل نيسان الماضي فقالت المنظمة أنه تم تسجيل أكثر من 496 ألف حالة يشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا في اليمن مع تسجيل 1966 حالة وفاة مشيرة إلى أن هذه الحالات تم تسجيلها في 22 محافظة يمنية أكد الدكتور أنوار قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن أفضل سبيلا لدولة قطر للخروج من الأزمة الحالية العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة شاء ذلك خلال لقاء مجموعة من المسؤولين ورؤساء التحرير بوسائل الإعلام الهندية في ختام زيارة لجمهورية الهند التي استغرقت يومين وأوضح أنوار قرقاش في كلمة ألقاها حول تهديد التطرف القادم من قطر أن الدول الأربع ومن بينها دول كبيرة هي دول معروفة بمبادئها الثابتة ومن ضمنها عدم تسلط على أي دولة صغيرة لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 40 بجروح متفاوتة جراء انفجار عني في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع على أحد الطرق في كويتا أثناء مرور شاحنة تقل جنودا من رجال الجيش وأدى إلى جانب الخسائر البشرية إلى تدمير العديد من السيارات وتحطم زجاج المباني القريبة وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة لتحديد نوع ومصدر الانفجار لما تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا قاصل قصير ونواصل نشاطنا إبقوا معنا أهلا بكم من جديد فتح مكتب التحقيقات الفيدرالية تحقيقا في شأن ظروف إقدام شخصا على صدم حشد من المتظاهرين بسيارته في مدينة شارلوتفيل بولاية فيرجينيا مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين وكانت السلطات أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص السبت في شارلوتفيل بينهم امرأة قضت عندما أقدمت سيارة على صدم مجموعة أشخاص فرجوا بتظاهرة في المدينة تنديدا باليمين المتطرف ودفع حدث الصدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إدانة أعمال العنف إلى أنه تجنب تحميل المسؤولية لمناصر اليمين المتطرف أو لمناهضهم قالت الشرطة الأمريكية أن الشخصين لقيا حتفهما إثر تحطم مروحية تابعة للشرطة بالقرب من مدينة شارلوتفيل بولاية فيرجينيا فتحطمت المروحية في منطقة غابات في مقاطعة البرمال وفقا لما ذكرته شرطة الولاية في آخر تطورات بين النزاع الأمريكي الكوري تزداد وطيرة النزاع والمشادات الكلامية فترامب يأمل من جهته أن تكون كوريا الشمالية قد فهمت تماما خطورة تحضيره من القيام بأي عمل عسكري ضد الولايات المتحدة ومن جهة مقابلة ذكرت كوريا الشمالية أنها سوف تطلق صواريخ باليستية ستمر بأجواء ثلاث مقاطعات قبل السقوط في المياه قبل تقوام نزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ماهر أبو لبدا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين بلاده وكوريا الشمالية على خلفية برنامجها النووي وأنه يأمل أن تكون كوريا الشمالية قد فهمت تماما خطورة تحضيره من القيام بأي عمل عسكري ضد الولايات المتحدة أو حلفائها البيت الأبيض بدوره أعلن أنه يجب على كوريا الشمالية التخلي عن سلوكها الاستفزازي والتصعيدي السلطات اليابانية قررت نشر أنظمة اعتراض الصواريخ في أجزاء غربية من البلاد بتكثيفها قوات الدفاع الذاتي لمراقبتها على مدار الساعة لتحركات كوريا الشمالية وقامت بإرسال قوات الدفاع البحرية إلى بحر اليابان لتعاقب الصواريخ الباليستية في الوقت الذي ذكرت فيه كوريا الشمالية أنها سوف تطلق صواريخ باليستية ستمر بأجواء ثلاث مقاطعات قبل السقوط في المياه قبال تقوام بالإضافة لنشرها تقريرا يوضح أن ما يقرب من ثلاثة ونصف مليون من الشباب والجنود المتقاعدين قدموا طلبا للانخراط أو إعادة الانخراط في الجيش للانتقام من الولايات المتحدة لسبب العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بحسب التقرير وزيرة خارجية كندا دانت بدورها التصرفات الأخيرة للنظام الكوري الشمالي معتبرة أن برنامجه النووي يشكل تهديدا خطيرا للعالم يجب أن يتوقف في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحمل المسؤولية ومنع أي تصعيد في التوتر بعد أيام عدة من السجال الجاد بين واشنطن وبيونج يانج وأعرب في بيان له عن قلقه إزاء التهديد النووي والصاروخي المتفاقم في كوريا الشمالية الحكومة الصينية طالبت كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالتوقف عن سياستهما القديمة باستعراض القوة وهو التكتيك الذي ترى بكين أنه يزيد من حدة التوتر في المنطقة وزير الخارجية الرئيسي سيرجي لافروف حذر من أن مخاطر اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كبيرة جدا فيما أعربت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل عن رفضها استخدام القوة والتصعيد الكلامي لحل نزاع مع كوريا الشمالية قبل ستة أسابيع من الانتخابات التشريعية أطلقت أنجلا ميركل أخيرا حملتها الانتخابية التي يتبين أنها بسيطة طالما أن المستشارة تبدو وثقة من الفوز ولا مجال للإطاحة بها ففي دورتموند غرب البلاد لبت الزعيم المحافظة دعوة الجنح الاجتماعي في حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي وركزت مداخلتها على مسألة العمالة مع العلم بأن الوضع الجيد لسوق العمل الألمانية يتيح لها توقع الفوز بولاية رابعة على التوالي أجبرت الأمطار الغزيرة السلطات الصينية على إغلاق 171 موقع سياحيا وتعليق 278 رحلة جوية فقالت السلطات الصينية أن مياه الفيضانات غمرت 13 طريقا في أنحاء العاصمة بكين جراء هطول الأمطار بغزارة لفيتة إلى أن عمال الإنقاذ يقومون حاليا بتصريف المياه لما تم تأجيل 119 رحلة جوية من مطار بكين الدولي وإلغاء 159 رحلة أخرى ظهر اليوم قتل خمسة أشخاص في حوادث في بولندا التي ضربتها عواصف وسط موجة من الحر والحرائق بحسب ما أفد مسؤولون في الإطفاء والشرطة فقال المسؤولون أن من بين القتلى مراهقتين من الكشافة كانت تخيما في إحدى الغابات عندما سقطت أشجار على خيمتهما وأصيب نحو عشرين مراهقا عندما ضربت العاصفة مخيم الكشافة الذي كان يضم 140 فتى وفتاة في قرية سوزك الشمالية الآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت جمجمة نادرة تعود لثلاثة عشر مليون عام تزود العلماء بمعلومات قيمة عن تطور القردة يعتقد علماء أن جمجمة عثر عليها في إفريقيا تعود إلى ثلاثة عشر مليون سنة يمكن أن تبين بعض ملامح نوع من الرئيسيات قد يكون السلف المشترك لكل من البشر والقردة وعثر على الجمجمة المتحجرة قرب بحيرة في كينيا وهي تعود إلى نوع مكتشف حديث من الرئيسيات يعتقد أن الإنسان تفرع منه في سلسلة تطور وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتي التي عنونت يسبح يوميا للذهاب إلى العمل لم يتحمل الألماني بنيمين ديفيد ركوب الحافلة أو الدراجة عبر شوارع ميونيخ المزدحمة يوميا للذهاب إلى العمل فقرر الذهاب سباحة ويضع ديفيد الكمبيوتر الشخصي الخاص به وملابسه في حقيبة ضد الماء على ظهره ويرتدي زي السباحة ويبدأ رحلته اليومية في مياه نهر إسار إلى صحيفة الغد الأردنية التي عنون تايلاند جدة في سن الواحد والتسعين تحصل على شهادة جامعية أصبحت جدة تايلاندية أقدم شخص يتخرج من الجامعة في بلادها بعد تسلمها شهادة جامعية من الملك وسافرت الجدة بصحبة أسرتها أكثر من 700 كيلومتر لتسلم شهادة باكالوريوس في علم الإنسان من جامعة تقع شمال البلاد صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانت اليوم آيس كريم خاص بالكلاب على شكل عظمى لمواجهة الحر فكر أحد الأشخاص في محاولة تخفيف من حرارة الجو على كلبه واستطاع أن يصنع له آيس كريم على شكل عظمى ويستخدم في صناعة بوضة الكلاب الملك بونز وفقا للنوع الذي يفضله الكلب سواء كان الدجاج أو لحم الأبقار حيث توضع في قالب مخصص لعمل مكعبات الثلج ثم تقدم للكل في محاولة للتغلب على حرارة الصيف وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت في بلغاريا سجل نفسك بالجامعة واربح سيارة عوضا عن امتحانات القبول دخلت جامعات بلغاريا في منافسة محتدمة فيما بينها لجذب الطلاب عبر ترغيبهم بتخفضات وهدايا متنوعة بما فيها سيارات دفع ربعي ومع حصولها على دعم من الدولة وفق عدة طلابها تتنافس الجامعات لاستقطاب الطلبة من خلال عروض جذابة فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل كيف تتجنب خطر حرارة الصيف أهلا بكم الجديد للعام الثاني على التوالي تنظم جمعيات مدنية في فاريس مهرجانا تقافيا وفنيا لإحياء الحضور الإيجابي للسوريين والتذكير بمساهماتهم الحضارية المهرجان حفلة وعلى مدار خمسة أيام بنشاطات أدبية وفنية وندوات ومعارض سورية الطابع حاليا في عنا برنامج على مدة خمسة أيام كلنا نشاطات سورية ثقافية وكمان في محاضرات في عنا أول شي هدفين الهدف الأول أنه بدنا نساهم بالتعويات تبع الجمهور الفرنسي بالوضع بالسوريا بشكل عام لأنه من 2016 وسقوط حلب الميديا بفرنسا ما عد حكوا كثير بالوضع بالسوريا وكمان بدنا أنه نحاول أنه نجدد سورة السوريين يعني اللي عادين بفرنسا أو بسوريا أو بكل العالم فهذا المهرجان يعني بيحاول أنه يسعى بهذا المجال إلى تجديد سورة السوريين هذا المهرجان هو المرة الثانية اللي بنعمله الهدف منه هو نعمل توعية عن الشي اللي عم يصير بسوريا بس من خلال الفن الفن الهادف يلي بيحكي عن الأمور يلي عم تصير بسوريا وبالخارج الهدف منه أنه نأرجي أنه فيه فنانين سوريين عم يعملوا أمور فنية كتير حلوة بالرغم من الشغلات الفضيعة والسيئة جداً يلي عم تصير بقلب سوريا فهدفنا أن نصل لعدد كبير من الأشخاص ولحد هلأ عم ننجح بهذا الهدف في كتير تغطية إعلامية قوية للمهرجان عادة أنه نعمل كتير فعاليات للتوعية نحن وجمعيات أخرى خصوصاً سوريا حرية كتير أمور للتوعية عن الشي اللي عم تصير بسوريا ولكن بتكون كتير أمور دقيقة عن الأمور اللي عم تصير بالداخل هلأ الهدف هون أنه نروح نوصل لعالم أكتر فعادة أن نفس الأشخاص بيجوا على الفعاليات نحن هدفنا هون أن نوصل لعالم شباب صغار بالعمر بحياتهم ممشاركين بشيئلوا علاءة بسوريا ولكن هلأ هنه يكونوا جاء بالهم يشاركوا ويجوا على المهرجان ويشوفوا شو عم يصير بهذا الموقع فلاحد هلأ الأمر ناجح جداً نحن شفنا في الإفنت اللي عملينا على الفيسبوك في حواري 9000 شخص مهتم فيه وفي كتير إعلام مغطي للموضوع فالهدف هو أن مشاركات جديدة أشخاص تهتم بهذا الحدث نشاط بيرجعنا لحيويتنا ونشاطنا للشعب السوري اللي ما بيموت بيحب الحياة بحب الثقافة والنشاط بكل الاتجاهات اليوم نحن بأربع جمعيات مشتركين مع بعض بنشاطات مختلفة رسم، نحط، غناء، رقص هذا شيء كتير جميل أنه يجتمعوا كل سوريين مع فرنسيين بهذا النشاط الجميل كتير بتمنى أنه يوصل صوتنا أعلى من هيك نشتغل أكتر من هيك بتمنى نحن كتير بحاجة أن نكون مع بعضنا أكتر ونقف مع بعضنا أكتر بلدنا بحاجة لألنا ونحن بحاجة لبعض أكتر قد يحدث التعرض للشمس والحرارة المرتفعة مضاعفات قطرة على الفرد ويجب اتباع بعض النصائح لتجنبها الزميلة منعوة تعرفنا على هذه النصائح في ظل أجواء التقس الحارة التي نمر بها خلال هذه الأيام وللوقاية من أضرار الجو الحار وانعكاسه السلبي على الجسم يجب اتباع هذه النصائح أثناء التعرض لموجة الحرارة المرتفعة وهي من الضروري الاستمرار في شرب الماء والمشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والتي تساعد في تزويد الجسم بالأملح غالباً ما ينصح بالابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين تفادياً لتعريض الجسم للجفاف لذلك من المهم تجنب احتساء القهوة والشاي والصودة منعاً لأي مضاعفة ضرورة تناول طبق الصلطة يومياً والاهتمام بتناول الفواكه كالبطيخ عند الخروج يجب ارتداء الملابس الخفيفة البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة المصنوعة من القطن وتجنب ارتداء أي ملابس مصنوعة من خيوط صناعية يجب مراعاة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً والاحتماء من الشمس بارتداء القبعات والنظرات الشمسية بالإضافة إلى استخدام مراهم الحماية من الشمس لتوفير الحماية للبشرة الاستحمام بالماء البارد وليس الفاتر ضرورة تجفيف الجسم باستمرار خاصة أماكن الثناية مثل تحت الأبط وغيرها وبين الأصابع للبنات والسيدات يجب تجنب وضع مستحضرات التجميل أو العطور على الجلد والخروج بها صباحاً التهوئة الجيدة للمنازل وتقليل الإضاءة داخلها والإكثار من تناول الأطفال للماء لأنهم في حاجة لها العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس من المهم حصولهم على استراحات عمل طويلة في الضل وفي مكان بارد واكثارهم من شرب الماء وارتداء ملابس مناسبة تحت في العاصمة البلجيكية بروكسل بمهرجان زمن الزهور حيث تزينت شوارعها الرئيسية بالزهور وألوانها الزهية ففي ميدان جراند بلاس الرئيسي بالعاصمة تزين مبنى البلدية التاريخي المطل عليه بنحو مائة ألف زهرة كما تزينت أرضية الميدان بسجادة من الألوان الخلابة جمعت بين الزهور وأنواع عديدة من الفواكه والخضروات اشتذب مهرجان جوتشا للفرق النحاسية في صربيا في دورته السابعة والخمسين عشرات الألاف من الناس الذين احتشدوا في الشوارع للاستمتاع بأنغام العصف على الأبواق في أهم مهرجان الموسيقى التقليدية في البلاد قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين مقتل العشرات من داعش خلال المعارك مع سوريا الديمقراطية بالرقة توقعات بنزوح الألاف من مدينة تلعفر مع انطلاق عمليات تحريرها واشنطن تحضر وبيونج يانج تتوعد طبول حرب وشيكة تقرع بين أمريكا وكوريا الشمالية وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع داته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار إلى اللقاء شكرا للمشاهدة